رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم أكد أن البنك الدولي زاد من التزامه المالي مع العراق لعادة الاستقرار الاقتصادي ودعم الخدمات مبينا أن هذه الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية تؤمن الكثير من فرص العمل للعراقيين زاد البنك الدولي الالتزامات من 600 مليون دولار في العام 2016 بحسب المبادلة التي رأيناها في الفيديو وصلنا إلى 4.7 مليار دولار اليوم وسوف يكون هناك مبالغ أكثر من أجل الحفاظ على الاتعاش الاقتصادي والعمل لإعادة الترميل الخدمات التربوية من أجل بناء الجسور وإعادة تأهيل أنظمات المياه والكهرباء هذه الأنشطة لإعادة البناء قد سوف تؤمن فرص العمل الكثير للعراقيين التزام البنك الدولي بمليون دولار في سبع مدن قد أمن الكثير من الخدمات للعديد من الأشخاص وهناك الكثير من الأنشطة التي قدمناها دعماً للشعب العراقي وهناك ضمانات من المملكة البريطانية وكندا وهذا ما سمحنا من تقديمي 1.5 مليون دولار إضافي للعراق في العام 2017 شكرا للمشاهدة